السلام عليكم هلو هلو ازايكم يا احلى اخوات حشتوني جدا جدا يارب النهاردة تكونوا في احسن حال واهلا بيكم في فيديو جديد مليان من الطاقة ومليان من النشاط مع سيدة عندها بنتين توينز ربنا يحميهم ويحفظهم وازاي قدرت ان هي تسيطر عليهم في كمان ظروف ان هي تنقل بيت جديد تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو اراحب بكل تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتكتبوها بجد حتى لو بتدخلوا تكتبو لي اقل حاجة انا ببقى مبسوطة جدا بوجودكم وفعلا بستمر بسبب دعمكم فيارب يخليكم ليا ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم لايكاتكم على فيديو النهاردة كمان وتعالوا نشوف الجنان اللي عاملينه في مومتهم شايفين حتى طالعوا برا البيت ويسابوها يعني بصوا ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم يا رب كلهم طاقة تعالوا بقى نشوف ازاي هتقدر تسيطر على بيتها وتخليه بالجمال اللي هنشوفه الاخر في ظل وجود البنتين الحلوين الشقيين دول تعالوا نبدأ كده اول حاجة طبعا هي نقلت هنا زي ما شفته في العنوان كده نقلت لبيت جديد تعالوا نشوف كل تحضيراتها وترتيباتها اللي قدرت ان هي تعملها في البيت ده بداية من اول ما بدأت تنقل الحاجات بتاعتها وطبعا بدأت ان هي تصنف كل حاجة في مكانها حاجات اللي في الغرف حطتها فوق حاجات المطبخ برضو بدأت ان هي تحطها وكمان حاجات جديدة هتشتريها معانا خلال الفيديو هنشوف كل ده وازاي هتقدر بقى ان هي ترس كل حاجة تعالوا بقى نبدأ معاها كده قوضة قوضة ومكان مكان في البيت ازاي هي هتبتدي ان هي تجاهزه عشان يبقى جاهز ان هم يعيشوا في البيت تعالوا نبدأ معاها اول حاجة هنا بالليفنجروم طبعا هي عندها البيت عبارة عن دورين زي ما شفته الدور اللي تحت عندها فيه مفتوحة على المطبخ وكمان الدور اللي فوق فيه غرف النوم نبدأ اول حاجة معاها هنا الاساس الجديد اللي بدأت تجيبه لغرفة المعيشة طبعا مريح اكتر ومناسب لوجود عيلة ووجود اطفال طبعا هم شوية بيبقى فيهم شقاوة مش بيقدر ان هم يدوها فرصة ان هي تكمل كل حاجة بسهولة واوقات بيساعدوا معاها وطبعا عندهم فرحتهم بكل مكان جديد هم اكيد بيشوفوه في البيت عندهم شايفين كمان ان التصميم بتاع الكنب مناسب جدا لأسرة يعني ممكن ان هي تعمله سرير ممكن ان هي تفصله بكزا طريقة كل مرة اديها شكل مختلف فده كان تجهيزهم كمان لليفنجروم تعالي ندخل بعد كده على المطبخ والمكان اللي انتو طبعا عارفين هيبقى فيه فوضى كتير وعلشان توصلوا المرحلة يبقى مناسب ان هم قلاص بقى يعيشوا ويستعملوا كل حاجة فيه اكيد هياخد مجهود صعب قوي منها اول حاجة طبعا هي عندها مشترياتها الجديدة اللي هي جابتها علشان تنظم كل حاجة عندها شوية من افكار الدكورات شوية من الحاجات التنظيمية الجرات والحاجات دي كلها وهنشوف ازاي هي بتستخدم كل ده وبيتنظمه ازاي عندها هنا المكان اللي هي الحاجات اللي جنب البتاجاز بدأت تحط فيها شوية من الورد مع كمان الملح والفلفل طقم التوزيع بتاع المعالي كمان السكاكين حطت الحاجات دي كلها قريبة من البتاجاز رصة الاطباق والكبيات بتاعتها وكمان هنا المشايات بتاعت الارض وشوية من الديكورات زي التابلوهات والورد فدا كان شكل المطبخ النهائي لكن كمان مع الوقت اكيد هتكتشف ان في حاجات نقصها وفي حاجات محتاجة ان هي تنظمها بشكل اسرع وشكل يكون احسن فهنا كان بتجهز بناتها ان هم ينزلوا يعملوا شوب انجل شوية من المشتريات والنواقص بتاعتهم تكمل مطبخها بيها كمان هنا الحاجات اللي هي اشتريتها تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هي هتوظفها ويتستخدمها في البيت شايفين بقى ان هي كلها حاجات خاصة بالمطبخ زي ما قلتلكم وشايفين ان المطبخ في الخلفية وراها خلاص هي جهزته زي ما شفناه فدي الحاجات اللي كانت نقصة اللي بدأت ان هي تجيبها عشان تكملها به كمان هنا اهتمت كمان بالكلب بتاعها ان يتخصص له مكان له للأكل والشرب بتاعه وهنا دي الحاجات اللي هي جابتها المطبخة شوية من حاجات التنظيم شوية من البوتلز للعصير وكمان المنظمات المختلفة يعني جهزت مطبخة بكل حاجة كانت نقصها تعالوا كمان نشوف هنا بقى شقاوت بناتها يعني بصوا مش عطينا فرصة لأي حاجة ان هي تعملها هي بعد ما خلصت المطبخ كانت المقابد اللي موجودة عندها باللون السلفر بس زي ما نشوف في الفيديو ان هي بعد كده اشترت الكراسي بتاعت البار باللون الاسود فحبت ان هي تختار كمان المقابد يبقى نفس كل الالوان وكمان زي ما هم كده شفتوا دخلوا وقعدوا في الضرفة جوا فعشان يبقى امان اكتر ليهم كمان وفروا وسائل حماية خاصة لبناتهم ان هم يقدروا يقفلوا الدرف كويس جدا علشان يحافظوا عليهم وكمان بعد كده لما ممتهم بقى تحط الحاجة ما يبدأوش ان هم يطلعوا كل شوية الحاجات اللي موجودة ده كده كان مطبخة خلاص خلصناها هندخل بعد كده هنا عندها ده الحمام الخاص بغرفة البنات هنشوف تجهزاتها للقودة كمان بس تعالوا شوفوا هنا بقى بدقة ان هي تحط شوية من الكامليات الحلوة كده يعني بدقة ان هي تحط لهم حاجات للعب عند البنيو هم كمان بيحبوا الدينوصرات جدا فبدقة ان هي تجيب لهم كل حاجة على شكل الدينو كده ستارة وكمان المنظمات وكمانالوان الفوت ومشايات يعني كلها نفس الستايل هسيبكم كده تشوفوا فرحتهم بالحمم بتاعهم والصوت بتاعهم أول ما شافوا الحمم واوه ساةí دايناصور اللي هي الشخصية العروسة الجميلة دي. فحبت كمان ان هي تعملهم كل ستايل الغرفة بنفس الشخصية دي. سواء الميليات بتاعت السرير التبلغات على الحيطة. هنشوف كمان المشايات. يعني كل حاجة عملتها بنفس الستايل اللي هم بيحبوه. ده هنا منظمات الالعاب الحلوة. وكمان شوفوا وسائل الحماية اللي بدأت تحطها في الزوايا بتاعت المكتبة. علشان ما يتخبطوش فيها ويبقى عندهم اصابات. شوفوا بقى جهزة لكل حاجة زي ما قلت لكم. كمان يعني كل الالوان الحلوة اللي بدأت ان هي تعملها لهم في الغرفة. علشان لما يدخلوا يبقوا مبسوطين بكل الحاجات الجميلة اللي موجودة في غرفتهم. وكمان هنا على الحيطة كمان بدأت ان هي تحط لهم اشكال الفراولة كده الجميلة. وكمان هنا الكفر اللي حطاه كمان يعني شوفوا البوكسات كل حاجة على شكل فراولات جميلة كده. اكيد طبعا لما يشوفوها هتبقى فرحاتهم حلوة جدا جدا زي ما فرحوا كمان بالحمام بتاعهم. ده هنا بقى بعد ما بدأت كمان ان هي تصنف لهم الالعاب وتحط في كل بوكس كده نوع معين من الالعاب. وده كان الغرفة الشكل النهائي بشخصية اللي هم حبوها بكل افكار الدكورات. شايفين بقى اسنان البنات اللي موجودة على الشباك. شفتوا ان هم بدأوا ان هما يكلوا الجبس اللي موجود عنده. لكن هي طبعا عشان تحافظ على صحتهم فكرت في فكرة حلوة قوي. اولا هي بدأت ان هي ترمم المكان كويس. والزوايد اللي برا دي بدأت ان هي تدهنها بنفس اللون. وجابت الفرامات اللي هي بتاعت الزوايا اللي بدأت بكل سهولة ان هي تلزأها في المكان ده. علشان تبقى تحافظ على صحتهم. في نفس الوقت مش كل شوية طبعا ان هي يبوزلها المكان. فهي طبعا زي ما قلتلكم هي عملية في كل حاجة وبتدور على الحاجة اللي تبقى مصلحة طبعا اسرتها. تعالوا بقى اخر حاجة في الفيديو الجزء اللي انا قلتلكم تحت البار الكراسي اللي باللون الاسود اللي هي غيرت المقابض عليها. ده هنا كمان وقت لما كانت بتشتري الكراسي ويبدأ ان هما يركبوها مع بعض. الاساس عادة في الدول الاجنبية بيبقى كله فك وتركيب وحاجات كده يعني فيها بدأت كمان ان هي تجاهزهم مع زوجها ويركبوا كل الكراسي بتاعت البار اللي باللون الاسود. طبعا هما كانوا مختلفين يتركب ازاي. لكن في الاخر هما ركبوها بالشكل الجميل ده. وده كان الشكل النهائي للمطبخ. والشكل النهائي كمان دي البيت كله. يارب يسعدهم ببيتهم الجديد ويحافظ على بناتهم. ويسعدكم انتو كمان تجيبوا كل حاجة بتتمنوها ونفسوكم فيها ويرزقكم دايما السعادة وراحة البالي احلى اخوات في الدنيا. ده كده كان فيديو النهاردة. بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش لايكاتكم الجميلة على الفيديو. وقرأكم طبعا في الكومنس. ولو لسه ما شتركتيش معايا بتمنى انك تشتركي وتفعل الكرس على الكل. علشان يوصل لكل فيديو جديد انا بنزله. ويرب دايما اكون عند حصن ظنكم. اشوفكم بكرة على خير فيديو جديد وسيدة جديدة وافكار جديدة ناخد ولو فكرة صغيرة لبيتنا ونخليه احلى بيت في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ويسسليم